اشتركوا في القناة وعماد المستقبل المشرق الذي نعاول عليه لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب سمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء وقال سموه ان المنجزات المشرفة التي يتوالى تحقيقها في مختلف القطاعات بسواعد أعضاء فريق البحرين هي دافعنا لاستمرار العمل وتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتوفير المزيد من الفرص الواعدة لأبناء الوطن على صعيد التوظيف والتدريب والتطور الوظيفي وريادة الأعمال مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يصب في تحقيق كل ما من شأنه الخير والنفع لأبناء الوطن ويحقق تطلعاتهم جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين للربع الثالث من العام 2024 والذي تم من خلاله استعراض بأبرز منجزات الصندوق منذ إطلاق حزمة البرامج وحتى الربع الثالث إلى جانب أبرز مستجدات الدعم وذلك في ضوء المبادرات الرئيسية الثلاث التي تشمل دعم التوظيف ودعم التطور الوظيفي إلى جانب دعم المؤسسات وخلال الاجتماع عرضت السيدة مهى عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أبرز إنجازات الصندوق التي تحققت وفقا لمؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2024 والتي أظهرت تقدما ملحوظا في تنفيذ الخطط والأهداف المرصودة لهذا العام وتم خلال الاجتماع استعراض الأثر الاقتصادي لدعم الصندوق على مستوى الأفراد والمؤسسات من خلال برامج التوظيف والتطور الوظيفي ودعم المؤسسات وجرى أيضا مناقشة أبرز الخطط التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة بما يدعم تحقيق أهداف الخطة السنوية للصندوق ويتماشى مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتطور في سوق العمل وذلك في إطار التزام تمكين بتقديم الدعم وفقا لحزمة البرامج الرامية لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة